وهل المزيد من فعاليات مهرجان العالمين الجديدة نضم إلينا زميل محمود جميل مرسل التلفزيون المصري إلى هناك محمود يعني آخر فعاليات مهرجان العالمين الجديدة نحييكم من مدينة العالمين الجديدة وآخر الفعاليات التي يتم الاستعداد لها الآن بالطبع اليو أرينا تستعد لاستقبال حفل الفنان الكبير عمر ادياب وبعد قليل سيتم فتح الأبواب لدخول الزائرين وأيضا عشاء الفنان عمر ادياب بعد أن تم الإعلان عن حجز كل التذاكر الخاصة بالحفل بكل الفئات فتستعد هذه المنطقة لاستقبال زوار ورواد مهرجان العالمين الجديدة في هذا الحفل الكبير اليوم أيضا في المنطقة الشاطئية التي نتواجد بها اليوم وبعد قليل ستنطلق فعالية واحد ضد واحد وهي الفعالية الرياضية التي تتواجد لأول مرة في مهرجان العالمين الجديدة بتنظيم إحدى الشركات المشاركة في المهرجان ستنطلق على الملعب الخماسي في المنطقة الشاطئية بحضور عدد من المشاركين في رياضة كرة القدم في هذه الفعالية تحديدا بالإضافة إلى أنه أيضا يتم الاستعداد لانطلاق سباق السيارات في مدينة العالمين الجديدة اليوم وغدا أيضا سيكون هناك عدد من السباقات بالإضافة أيضا إلى أننا نستعد أيضا أو نستكمل اليوم عرض مصرحية السندباد للفنان كريم عبد العزيز ونيلي كريم وهذه المصرحيات التي تأتي بالتعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وهيئة الترفيه السعودية وموسم الرياض بالإضافة بالطبع إلى أنه يعني مساء اليوم يكون هناك بعض الحفلات التراثية للفرق التراثية والفنون الشعبية والطنورة والسرك القومي بأيضا المنطقة الشاطئية التي لازالت تستقبل عدد كبير من زوار ورواد مهرجان العالمين الجديدة بالإضافة بالطبع يعني إلى الإشغال بشكل عام في فنادق مدينة العالمين وهذا يشير إلى نسبة الإقبال المتزايدة على مدينة العالمين الجديدة وصلت نسبة الإشغال في الفنادق المختلفة إلى مئة بالمئة وفقا لما يعني تم تصريح بهم من هيئة الغرف السياحية بالإضافة أيضا إلى أننا يعني نتابع الآن بعض الحركة المتزايدة في الممشى السياحي الخاص بمدينة العالمين الجديدة بالإضافة بالطبع إلى الزيارة التي كانت بالأمس لوزير السياحة والآثار ومعه عدد كبير من سفراء الدول الأجنبية والعربية وكانت رسالة قوية لأهمية مدينة العالمين الجديدة كوجهة سياحية ورسالة مهرجان العالمين في تسليط الضوء على المشروعات المختلفة هنا في مدينة العالمين وبالتأكيد سنتابع معكم كل الفعاليات اليوم وحفل الفنان عمر دياب في اليو أرينا سنتابع معكم كل هذه الفعاليات في مهرجان العالمين الجديدة كنت معنا من مدينة العالمين الجديدة ترجمة نانسي قنقر